السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد لنشوف في ان شاء الله مدخل الى درس المتجهات والازاح يعني قد نتعرف على ماذا نقصد بمتجهة هذا الدرس ديال المتجهات وخام ما تتعطيش واحد نسبة كبيرة في الامتحان الجهوي بالنسبة لك تكون لها تقريباً واحد جهة النقاط في الامتحان الجهوي ولكن الاهمية دياله كتكومن في انه عنده امتدادات في المادة الفيزياء بالنسبة للسنة الثالثة اعدادي فالدرس ديال الفيزياء غد ينحتاج هذا الدرس ديال المتجهات يعني باش انا عدد نعطيه اولاً تقريب يعني باش نستوعب هاد المفهم ديال المتجهة قد نعطيه واحد الميتان من خلاله وقد نخرج ماذا نقصد بي بالمتجهة دبيل اعتبرت انا واحد النقطتين A و B او لا نعتبر واحد الموضيعين A و B هذا الموضيع الاول وهذا الموضيع الثاني عندي واحد الجسم يوجد في النقطة A واحد الجسم معين محطوط في النقطة A وهذا الجسم خاص ينتاقل للنقطة B ولكن ينتاقل بواحد صورة مستقيمية يعني نقول احنا يمشي ديريكت يعني ماشي ياخد شي اتجاه منعرج هكا ولا يمشي وهي بات لا اتجاه ديريكت يعني اتجاه مستقيمي يعني لحظيت هو انا الشكل ديالي بحركة غديمشي وهمشي هاكا يلمشى هاكا غديمشي architecture يمشي فالاتجاه يمشي في ماتجاه كان مجموع من الاتجاهات اللي ممكن يشدهم ولكن اشنه هو اولaticنا اشنه هي الطريق اللي خاص يمشي منها هذه الجسم هذا يعني عنده طريق وحيدة لي ممكن ما يمكن شغل للطرق كان طريق وحيدة لي من لي يمكن يمشي في هات الجسم من A نحو بي اذا هاد اللي لونت انا بالحمر يعني تخيل معي هاد المفهم الاول اللي هنهدر عليه بحال تخيله بحاله هو الطريق ده بأنا غنحط الجسم تخيله بحاله سيارة مزالا انا الجسم غيتحط في النقطة اول حاجة غنقوله رخص يمشي في هاد في هاد الطريق هذي في هاد الطريق هذي يعني هاد المستقيم يعني بين قوسين هاد هاد المستقيم غادي نقول ليه غنحد اكيد سماء اتجاه بما ان هاد كي تسمى اتجاه احتى هاد كي تسمى اتجاه واحتى هاد كي تسمى اتجاه واحتى هاد كي تسمى اتجاه يعني كينين في المستوى عندي عدة اتجاهات الاتجاه هو الطريق اللي غادي يشتها عادي كي تسمى اتجاه ولكن هاد الجسم اللي كين في النقطة ا فاش غنحطوه انا باش يبغي يتحرك عنده جوة احتمالات يعني غينطالق من النقطة ولا عنده جوة الاحتمالات واش غيمشي هاد طريق هكا ولا غديمشي نحو اليسار منطقيا إلا مشاعل نحو اليسار ما غديش يلقى النقطة بضي إذن هاد الاحتيمال ما كينش إذن فين غديمشي غيمشي في هاد المنحق غيمشي نحو اليمين إذن هاد المفهوم ديال أنه خاص غيمشي نحو اليمين نحو اليمين كنقولو كيتسمى المنحا في الأول حدد الاتجاه شنو هي الطريق اللي خاص يمشي منا منك نقول اتجاه را كيكون جوج حتمالات إما يمشي هاكا ولا يمشي هاكا وإلا مش حددنا هاد الاتجاه هذا كيبقى جوجل حتمالات إما يمشي هاكا ولا يمشي هاكا باش تنحدد بالضبط فين غديمشي تنول قوة خاصة نحددوليه لمنحة ديالو المنحة هو وفي نيل المنح اللي غادي يمشي فيه إذن ده بفهمنا الحاجة اللولة وفهمنا الحاجة الثانية ولكن هاد الجسم نتخيله إحنا هاو تحرك إذن غادي تحرك من A ويتم غادي هاو غادي في هاد المنح هذا إذن وش غادي يفوت النقطة بي لا إذن غادي يوصل عر النقطة بي ويبقف يعني ما عندوش حق يفوت النقطة بي إذن أشنو غادي أشنو غايدير هاد الجسم هذا غادي يقطع واحد المسافة معينة محددة معينة يعني محددة يعني هي هاد المسافة من هنا أحسن لهنا وغادي يوقف هاديك المسافة اللي تيقطع تنقوله كتسمى كتسمى المعيار هي المسافة هي المسافة إذن باختصار أن هاد الجسم باش ينتقل من النقطة A إلى النقطة بي خاصني نحدد لي تليسة دي لنحويش خاصني نحدد إلي تجاه غادي يشد لأن هاد المفهوم الأول غا نحتاجه في الدرس لأن هاد المستقيم ندرت أنا خط متقطع كي تسمى إتجاه إذن قلت بي أن هاد الجسم باش ينتقل من A إلى B خاصني نحدد لي تليسة دي لنحويش خاصني نحدد لي إلي التجاه غادي يشد ومن بعد نحددلي لمنحة يعني فين غادي يمشي وش في هذا المنحة وليف هاد المنحة وبالتالي خاصة نحدد ليه أشنو هي المسافة اللي غادي يقطع هاد هاد ثلاثة ديال العناصر هاد ثلاثة ديال العناصر باش بالعواد ما غير نبقى نعود فيهم ما نقى نعود فيهم كل رمز اللي هم بوحد الرمز تنقول هو المتجهة المتجهة أبي يعني هاد المفهوم اللي هدرت عليه أنا دابا في رياليس ما غير نبقوش نهدره على تجاه المنحة المعياراك كنقول المتجهة أبي المتجهة المتجهة أبي تنكسب مين غادي يمشي داك الجسم فين غادي يوصل وتندير واحد سام فاك في حال اتجاه هذا دابا إلا رجعت لهاد العناصر بثلاثة إلا رجعت لهاد العناصر بثلاثة اشنو كيتسموا كيتسموا عناصر ديال المتجهة أبي دابا باش نوضح لك احنا في الدورة اللولا كنا ما كنعرفوش اشنو هو جذر مربع عرفنا بأن إلا كانت عندي ثلاثة وسئة اثنان كتساوي تسعود أن تسعود هو المربع ديال ثلاثة ومن بعد عرفنا بأن ثلاثة هو الجذر مربع ديال تسعود شنو قلنا؟ قلنا هذك الجملة ديال الجذر مربع ما غا نقووش نكسبوها وغا نعطيوها رمز إذن غا نكسبوه الجذر مربع ديال تسعود إذن ثلاثة هي الجذر مربع ديال تسعود من اللي قلت كنشوف هذا الرمز هذا سنعرف ورتي يعني جذر مربع حتى هنا يا من اللي كنشوف هذ الكتابة أبي وتنشوف فوقها واحد سهم كنقرأه متجهة هذ المتجهة أشنو كتحدد لي كتحدد لي ثلاثة ديال الحويش الحاجة الأولى هي الاتجاه الحاجة الثانية هو المنحة وثالثا هو المعيار هذ 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 الأمور بثلاثة شنو كنسموها كنسموها عناصر المتجهة أبي عناصر متجهة أبي أولا مميزات المتجهة أبي إذن هذ العناصر خاصة نولي نعرفهم عندي عندي مثال شنو هو الاتجاه شنو هو الاتجاه ديال ديال المتجهة أبي اللي احنا خدامين عليها أغنقوله هو المستقيم أبي هو هذا إذن هذ المفهوم هو خفية بعض الأمور اللي خاصة تغضح ولكن احنا في البداية ناخدوه كهو هذ المستقيم أبي إذن هو المستقيم أبي كندير قوسين أبي نتابع معايا في الاتجاه أرا كندخل حتى هذ هذا الجزء اللي كي en في الاتجاه الآخر يعني وخها أنا محتاج هذا الجزء هذا للي فيه الن quien هي نقطة بيل ولكن مني كان هذرا على الاتجاه كان هذرا على هذ المستقيم كامل يعني المستقيم اللي فيه نقطة الإنطلاق وفيه نقطة الوصول هذ المستقيم كامل كنتسمى اتي وخها هذ الجزء اللي مفيش بيل احتى ههو داخل في الاتجاه النقطة الثانية هو المنحة المنحة اللي غي يحدد لي فينا هو ذك الجزء اللي فيه بي هو هذا إذن شنو تنقول تنقول المنحة من أ نحو بي علش قلت للمنحة من أ نحو بي يعني باش ما ندخلش هذا الجزء هذا إذن الجزء ما فيش بي إذن المنحة من أ نحو بي أبقى لي المعيار شنو هو المعيار قلت للمعيار أو المنضم كيتسمى المنضم هو المسافة هذا الجسم اللي يتحرك من A نحو B شنو هي المسافة اللي غادي يقطع غاين يبدأ من هنا غاين نحسبها من هنا A حتى B إذن هذا المعيار هو المسافة A B كتساوي واحد المسافة معينة واحد العدد إذن هنا في الشكل اللي بغيت نمتل غاين ندير بحالك غاين نمتل المتجهة بحالك الشكل هذا إذن من A نحو B وكن دير سهم في الطرف اللي غادي توصلي هذك الجسم هذا وهذا النقطة A هذ النقطة اللي غاين نطالق منها الجسم كتسمى أصل المتجهة وهذا النقطة B تسمى طرف المتجهة إذن داب أنا مني فهمت هذل أختيت هذل أمور هذي مني غادي نمشي غادي ناخد مثلا واحد المتجهة أخرى مثلا لقيت كتاب حال كاكاش هذ كاكاش خاصني باش نفهمها نقراها نقراها بها ثلاثة ديال العناصر خاصك تفهم شنو هو الاتجاه وشنو هو المنحة وشنو هو المنظم كاكاش بمعنى راي عندي واحد النقطتين كاك واش كينين واحد النقطتين كاك واش في المستوى عندهم الاتجاه شنو هو الاتجاه الاتجاه أنا أعتبره حنا هو هذ المستقيم هذا هذا هو الاتجاه إذن قلت متجهة خاصني نهضر على ثلاثة ديال الحويج خاصني نهضر على الاتجاه وعلى المنحة وعلى المنظم بقالي المنحة شنو هو المنحة شكلك يعطيني المنحة فنين النقطة اللي كين هي اللولة وفنين هي اللي كين التانية هذه هي اللولة وهذه هي التانية يعني كتخيل أنت بأن واحد الجسم غادي يمشي منك نحو اش إذن منك نحو اش إذن شنو غادي نقول غا نقول المنحة منك نحو اش نشي منك اش نحو اك لا إذن بحالة دابة هنا من هنا غيبدا منك وغادي يسالي في النقطة اش شنو بقاليها بقاليها المنظم شنو هو المنظم المنظم هي المسافة اللي كينما بين كوما بين آش هي هاد المسافة من هنا احتل هنا وإلا بغيت نمثلها يعني في الشكل هي هاد بحق نديرها كا ندير هاد المستقيم هاد القطعة وتندير السهم ديالي في الطرف ديال المتجهة هذا بالنسبة لي أنا أصل المتجهة وهذا كيتسمى طرف ديال المتجهة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته